تعالوا نبتزي فقرتنا الخدماء النهاردة بمتابعة حالة التقس وطوقعات هيئة الأرصاد الجوية في بيانها الرسمي أنه النهاردة التلات هتبدأ انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة هيصود تقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وهيكون مائل الحرارة على شمال الصعيد حر على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ولطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد الجو هيكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وأيضا توقعات النهاردة بتقول أنه في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة وهيشهد اليوم النهاردة كمان فرص وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة من اليوم على القاهرة الكبرى تفاصيل أكتر لدرجات الحرارة معك يا أسماء تفضل شكرا أيا أيا معتقد أن هي ديتنا فكرة إلى حد كبير مفصلة عن درجات الحرارة أو على حالة التقس النهاردة لكن حيبان أكتر طبعا من درجات الحرارة العظم وصورة على كل المحافظات البداية دائما تكون من القاهرة شوف النهاردة القاهرة درجات الحرارة بتسجل كم درجة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة وستة أكتوبر درجات الحرارة معتدلة إلى حد بعيد ستة عشرين عشرين طبعا درجة حرارة لطيفة جدا جدا يعني إحنا عايزين نستمتع إلى حد بعيد في هذا المناخ علشان طبعا دخلين على الشيطة كل سنة حضراتكو طيبين الإسكندرية والعالمين الجديدة خمسة عشرين تسعة عشر نستمر سريعا للسلوم ونشوف درجات الحرارة النهاردة العظمى في السلوم بتسجل أربعة عشرين درجة السهرة ستاشر دميات بورسعيد خمسة عشرين واحد وعشرين الإسماعيلية سويس تا عشرين عشرين شرم الشيخ والغرداء نفس درجات الحرارة متوسط لطيفة جدا اتنين وثلاثين العظمى الصغرى تلاتة وعشرين العريش أربعة عشرين سبعتاشر هي ورفع طابة واحد وثلاثين عشرين وبنروح بقى سريعا سانت كاترين خمسة عشرين أربعتاشر طبعا واضح بدأنا نشهد الانخفاض في درجات الحرارة الصغرى في سانت كاترين نظر الارتفاع أربعتاشر طبعا درجة حرارة باردة الفيوم سبع عشرين سبعتاشر هي وبني سويف يعني برضو بدأنا نشهد بعد الانخفاضات في درجات الحرارة في الصعيد وخصوصا في العظمى ليلا ألمينيا تمانية وعشرين سبعتاشر السيوب تسع عشرين تمانتاشر سريعا بقى الأكسر وأسوان هم دايما بيسجلوا معنا أعلى درجات حرارة لكن درجات حرارة متوسطة الأسوان النهاردة هي الأكسر بتسجل تلاتة وتلاتين درجة عظمى الصغرى اتنين وعشرين شلاتين اتنين وتلاتين خمسة وعشرين حلايب سبعة وعشرين أربعة وعشرين أخيرا الوادي الجديد واحد تلاتين واحد عشرين درجات حرارة لطيفة جدا جدا زي حضراتكم ما شايفين وإحنا بنعيش أجواء أعتقد اليومين دول يعني زي الأجواء الطبيعية فيش أي تغير في درجات الحرارة فيش انكفاضات ما فيش ارتفاعات وبرضو الشابورة قلت إلى حد بعيد ترجمة نانسي قنقر